اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا برعاية من دكتور نيوتريشن في هذا البرنامج كما نقول دائما وأبدا أن هذا البرنامج إنما وجد لكي يكون حلقة وصل ما بين هيئة الصحة بدبي مع جمهور المتعاملين سواء كانت لديك ملاحظة لديك اقتراح لديك نقد بناء أي شكوى تبغي تتواصل فيها مع هيئة الصحة بدبي فنحن موجودين معاكم هنا على أساس أن ناخذ هذه الشكوى ونوصلها للمسؤولين في الهيئة فعموما مستمعين أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 وأيضا موجودين على الانستجرام في نور دبي طالعين لايف معاكم إن شاء الله حلقتنا اليوم تحوز على رضاكم لكن قبل لا نتوجه إلى مواضعنا في الحلقة أبغي أنوه على موضوع سلامة يعني اللي عنده أي زيارة قادمة ليش اسمه مستشفى دبي ولا مركز دبي للأمراض الجلدية وعيادات المطار أو مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أو حتى مركز البرشة ما أدري إذا قلت مركز البرشة ولا لا لكن مركز البرشة بعد كذلك معاهم اللي عنده أي زيارة وما تجد يعني سجل فيه الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي هو سلامة لازم ياخذ معا بطاقة الهوية وايد مسألة مهمة أن أنت تاخذ معاك بطاقة الهوية على أساس تحصل على العلاج اللي لازم هذا واحد اثنين بطاقة الهيئة أو البطاقة الصحية وكذلك بطاقة التأمين الصحي إن وجدت هذه مسألة جدا مهمة لمرة واحدة مستمعين الكرام اللي عنده شسمة أنه يحاول يحصل على الخدمة الطبية بشكل سليم الملف الطبي الإلكتروني سلام نحن تكلمنا عنه بشكل مفصل ودائما ما نحاول أنه نفصل الموضوع أكثر وأكثر فهو الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي يتيح لك نقل جميع معلوماتك الطبية ضمن ملف إلكتروني واحد تقدر تفتحها في أي مكان من أماكن تقديم الرعاية الصحية الأولية كانت أو شو ما كانت الرعاية الصحية الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من خلال مراكز المتخصصة أو حتى من خلال مستشفيات الهيئة فتحيدون قبل واحد ياخذ معاه ملف أول ما يوصل يسجل يبول الملف الملف هذا يتحرك بالبريد ليس بالبريد يتحرك عن طريق المراسل المراسل ياخذ ملفه وديه للدكتور الدكتور يفتح الملف جدامه يستطال على هذا ملفك موجود تقدر حتى على مستوى دولة الإمارات يتم تطبيقه وأيضا ملفك موجود ممكن تفتحه في أي مكان في العالم أي طبيب هناك يشوفه ويعرف التاريخ الطبي الخاص فيك فهو مشروع كبير مشروع قيم استثمرت فيه الهيئة الكثير ونتمنى إن شاء الله بتعاونكم أن ينجح هذا المشروع قلنا في أول ما تم تطبيق المشروع أول ما تم تطبيق المشروع أي ما يشوف لي إذا في مكالمات عندنا حول لنا إياها أول ما تم تطبيق هذا المشروع شو اللي صار يا جماعة الخير أنه يعني ناس يداته وهم داشين على النظام يديد النظام يديد كان عندنا فبطبيعة الحال واحد حتى الياهل بتعطيه لعبة بتعطيه أي شيء يديد تشده بعدما ما تعود عليها من يتعود تشوفه ونواصل في مراحل متقدمة في هذه اللعبة فهذا الموضوع نفسه اللي صار مع النظام الجديد النظام الجديد بس من بدأوا الأطباء والممرضات يأخذون على النظام بدأت العملية تمشي بين صيابية نحن كنا متوقعين أن بأمانة تابعون الصدق كنا متوقعين أن النظام يكون شوية أبطأ من الوضع الحالي ولكن الحمد لله الأمور كانت تساهيل يعني صارت المسألة سريعة كانت فيه هناك العديد من الملاحظات من بعض الناس لكن أغلبها كانت للأمانة إيجابية في هذا المجتمع الإيجابي هذا المجتمع لدائما ما يسعى إلى أنه يعني يغذي الطاقات طاقات الأفراد فيه بطاقة إيجابية مغلفة دائما بالنظرة نحو مستقبل مشرق فهذا النظام ليش نتحدث عنه بهذا التفصيل؟ لأنه بالفعل يستحق الدعم الكبير لأن الفوايد الله يوم أقرأ الفوايد من هذا النظام يعني فوايد كبيرة جدا فشاكرين لكم نحن بأمانة في هيئة الصحة في دبي نشكر كل شخص ساهم في إنجاح تطبيق هذا النظام وإن شاء الله يعني المرحلة الثانية يتم تطبيقها على العديد من المراكز الصحية وإيضا باقي المستشفيات علشان يعني تتم المسألة بإنسيابية ورياحية كبيرة أيضا منروح الحين لخبر خبرنا الرئيسة ودراستنا الرئيسية نحن نتكلم عن اليوم الجماعة في الإعداد اختاروا لنا خبر يقول طريقة جديدة لقياس مؤشرات المرض عبر الواي فاي بما نحن نتحدث عن التقنيات وعن الآليات الجديدة فعندكم يقول أكد علماء تابعون لمعهد ماساتشوستس ماساتشوستس الأمريكي إنهم توصلوا لطريقة تقنية جديدة تساعد على قياس المؤشرات الصحية لجسم الإنسان ففي الوقت الذي أصبحت فيه الحركة الفيزيائية للإنسان أقل من السابق بسبب طبيعة العمل المكتبية والتنقل عبر وسائل النقل الحديثة بدأ خبراء الصحة يولون اهتماما بالغا في قياس معدل حركة الجسم اليومية واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لضبط معدلاتها ففي السابق تم اعتماد يعني اعتمد الأطباء على قياس سرعة حركة الإنسان ومعدل خطواته بالاعتماد على الساعات التقليدية وقياس معدل خطوات في الدقيقة ومنذ ظهور الأجهزة والهواتف الذكية بدأ الكثيرون باستخدام ما يسمى بأساور ذكية لقياس معدلات نفض القلب وعدد الخطوات اللي يقطعونها في اليوم في آخر خطوة علمية متطورة في هذا المجال توصل العلماء لصناعة جهاز جديد أطلقوا عليه واي جيت واي جيت مزود بأجهزة استشعار متطورة قادرة على أرسال إشارات راديو مطابقة لإشارات الواي فاي وهذا الجهاز الذي يرسل إشارات أضعف من تلك التي ترسلها الراوترات المنزلية والهواتف المحمولة مزود بشاشة تظهر إنعكاسات إشارات الراديو على جسم الإنسان لتفسر أي خلل أو حركة غير اعتيادية من الممكن أن تكون مؤشرا لمرض ما طيب يعني هناك الكثير من التقنيات الجديدة في عالم الصحة في عندنا يعني للأمانة دائما ما نشوف مع كل معرض أو كل تقنية نشوف أشياء كبيرة داشة في هذا المجال ونشوف إنه هناك الكثير من المواضيع اللي ترتكس فيها الاختراعات على صحة الإنسان ليش لأهمية هذا القطاع هو أيضا لأن هذا القطاع وايد حيوي ويدر الكثير من الأموال على الشركات هذه فعشان شيء الواحد يجب أن يكون مواكب لمثل هذه التطورات والحمد لله نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني الحكومة والدولة لم تألو جهدا في توفير سبل الراحة وتوفير جميع وسائل الرعاية الصحية بمختلف أنماطها يعني الحمد لله إذا صرنا صرنا حتى كذلك في بعض التخصصات عندنا في إمارة تبي هناك يعني هي تخصصات تحت المرتبة الأولى عالميا ما منقول يعني ما نبغي مبالغ في كل التخصصات ولكن الحمد لله وين ما كان فيه نقص يعني كانت هناك الحاجة إلى تمديد مثل هذه المشاريع التطويرية في هذا المجال نطلع فاصل أيمن؟ طيب بعد الفاصل إن شاء الله من نتواصل لرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة صحة وسعادة سعادة الله وقاتكم مرة أخرى مجتمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أسمع لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا في هذا البرنامج نستقبل رأيكم واختراحاتكم وملاحظاتكم كل ما من شأن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 وأيضا موجودين معاكم على نور دبي إذاعة نور دبي في حسابه على الإنستغرام لايف طبعا الأمراض القلبية عزيز المستمع تأتي الأمراض القلبية الوعائية تأتي في صدارة أسباب الوفايات في جميع أنحاء العالم ذلك أن عدد الوفايات الناجمة عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفايات الناجمة عن أي من الأسباب الأخرى للوفايات ويقضي نحو 17.5 مليون نسمة نحبهم جراء الأمراض القلبية الوعائية مما يمثل 31 من مجموع الوفايات التي يشهدها العالم سنويا ومن أصل مجموعة تلك الوفايات حدثت 7.4 مليون حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية التاجية وحدثت 6.7 مليون حالة جراء السكتات الدماغية طبعا يحدث كل أكثر من ثلاثة أربعة الوفايات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل طبعا أنا قاعد أقرأ هذه الدراسة لأن تعد جلطة الشريان الرئوي أو انسداد الشريان الرئوي أو أحد فروعه بسبب تجلط الدم أحد أهم الأسباب للوفايات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية لذا تبنى مستشفى راشد التابع لهيط الصحة بدبي مبادرة مهمة لعلاج انسداد الشريان الرئوي ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع الدكتور سلمان عبد العزيزة خصائي الطب الباطني ورئيس فريق هذه المبادرة صباحك الله بالخير دكتور صباح الخيرات والسرور يا مرحبا دكتور يعني نحن نتحدث عن أرقام خطيرة على مستوى العالم أيضا يعني هذه الدراسات وهذه المؤشرات تدل على أن وجود مثل هذه الحالات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأن الحمد لله في الإمارات يعني ممكن نقارن أنفسنا بالبلدان العالية الدخل بحكم العديد من الدراسات وبحكم أيضا الوضع اللي نحن عايشينا ولكن مع ذلك قمتم في مستشفى راشد بهذه المبادرة قمتم بشكل مثل هذه المبادرة هل نحن بالفعل هذه المؤشرات عالية عندنا ولا لا؟ شكرا أستاذ محمود على الضيافة في الحقيقة يعد انسداد الشريان الرأوي هو سبب الثالث من أسباب الوفاة نتيجة الصدمات القلبية فتعد الجلطة القلبية أو الشريان التاجي هو سبب رقم واحد وبعدها الجلطة الدماغية سبب الثاني للوفاة والسبب الثالث للوفاة هو انسداد الشريان الرأوي طبعا انسداد الشريان الرأوي ممكن أن يظهر المريض لقسم الطوارئ أو داخل المستشفى بأعراض بسيطة أو ممكن أن تكون أعراض معقدة تؤدي إلى الوفاة إذا لم تعالج في الوقت المناسب ولذلك إحنا بحثنا كفريق داخل مستشفى راشد أنه لازم نسوي مبادرة طبية تسهل أو تنسق عمل التشقيص المرض كذلك التدخل العلاجي سواء كان عن طريق الأدوية أو عن طريق الجراحة بأسرع صورة ممكنة في داخل المستشفى طيب دكتور بس خلنا نبسط الموضوع للمستمع ونقولهم يا شو يعني انسداد الشريان الرأوي شو هو الشريان الرأوي اللي ينسد؟ أوكي شريان الرأوي هو طبعا نرجع إلى علم التشريح في عندك لهوة البطين الأيمن وفي البطين الأيسر طبعا من البطين الأيمن في شريان يظهر يوصل إلى الجهة اليسارة فهو جسر بين بطينين هذا يكون واسع دكتور ولا يتم تضييقه؟ الشريان الرأوي كبير طبعا ومهم جدا لسببين أولا هو حلقة الوصل للدورة الدموية بين البطين الأيمن والأيسر فراح ينقل الأكسجين وراح يغير ثاني أكسيدي الكربون في الدم كذلك راح يوصل التغذية السليمة لأنسجة الجسم حسب المتطلب فإذا صار انسداد في هذا الجسر معناها أنه راح يصير عدم تقدم الدورة الدموية من الجهة اليمين إلى اليسار وبالتالي فشل في الدورة الدموية وبالتالي إذا لم تعالج في الوقت المبكر قد تؤدي للوفاة راح يسبب هبوط في ضغط الدم وقد تحدث السكتة القلبية يعني الله يبعد السكتات القلبية عن جميع المستمعين دكتور أنت قلت في مستشفى راشد قمتم بهذه المبادرة فهذه المبادرة هل هي تتركز فقط على علاج هذا الانسداد أم هي تتركز على الوقاية من الأمراض اللي ممكن واحد توصل لهذا الانسداد نحن نرى موضوع العلاج هو الركيزة الأساسية للمبادرة نحن نرى من خلال المبادرة يجب أن ننظر إلى جميع الجوانب الأخرى اللي تحتاجها المبادرة فأولا علاقة الطبيب بالطبيب وعلاقة الطبيب بالمريض وكذلك العلاج وكذلك الوقاية وعلى المدى المستقبل متبعة المريض في العيادات والأهم من ذلك توعية المجتمع وكذلك اللي هو الاستفادة من المريض وتجربته في نشر الوعي إلى المجتمع هذه الحلقة المفقودة ممتاز الحين دكتور أبغي أدخل شوية في التكنيك الخاصة بهذه المبادرة يعني دائما ما تبتكر منستشفات هيئة الصحة بدوي بشكل عام العديد من المبادرات اللي فيها يعني طرق وأساليب خاصة لمواجهة أمراض محددة اليوم فكرة مبادرة علاج انسداد الشريان الرئوي شو هي هذه الفكرة إذا ما تكلمنا عنها بتفصيل أكثر مشكلة انسداد الشريان الرئوي صراحة مشكلة مؤرقة بالنسبة للأطباء وقد تكون في بعض المستشفيات لسبب واحد صباح الورد لسبب أن عدم تشخيص انسداد الشريان الرئوي في وقت سريع جدا قد يسبب مشاكل المريض لاحقا وبتسارع إذا لم يتدارك الأمر فتم الاتفاق بين جميع التخصصات المشتغلة في هذا الموضوع تقريبا 12 تخصص محمود وكان الاجتماعات دورية خلال سنة واحدة كاملة لنصل إلى مثاق عمل مشترك ترضى به جميع الجهات من أجل مصلحة المريض ومن أجل رفع سمعة المؤسسة الطبية له مستشفى راشد فإحنا اشتغلنا مع دكاترة الأشعة قسم الأشعة والآن يتم تشخيص الانسداد الشريان الرئوي خلال ساعتين تمت اقصير فترة الانتظار بالنسبة إلى هؤلاء المرضى لأنها من أهم الحالات التي يتم علاجها مبكرا كذلك تم الاتفاق مع طباء القلب من أساس أن نسوي إيكو لهوة تلفزيون للقلب على أساس أن نشوف الضغط داخل الشريان الرئوي هل هو مرتفع جدا أو لا كذلك تم الاتفاق مع طباء لهوة العناية المركزة تم الاتفاق مع طباء قسم الطوارئ مع الطاقم التمريضي مع طباء قسم الصدرية الأمراض الصدرية كذلك تم الاتفاق مع أمراض الدم وكذلك مع جراحين القلب وكذلك اللي هو الاستشاريين تبعا لهو الأشعات التداخلية لأنه هو جزء أيضا من العلاج فوصلنا إلى اللي هو ميثاق العمل المشترك اللي راح يوفر جودة العمل بالنسبة إلى الفريق الطبي كامل طيب حين نتحدث عن فريق ضخم دكتور يعني عملية التنسيق ما بين جميع هؤلاء الأطراف كيف تتم في فريق مصغر وفي فريق كبير الفريق المصغر احنا موجودين كأطباء بطنية أطباء عناية مركزة أطباء طوارئ أطباء للقلب والأشعة موجودين احنا في حلقة التواصل عبر الهاتف يمكن أكثر فريق هو فريق اسم القلب دكتور هو اللي معني بهذا التنسيق ولا؟ والله كنا مع بعض كلكم مع بعض We are one team مثل برشلوني يعني برشلوني طوال دكتور فالتواصل جدا سريع فيما بيننا حتى في بعض الحالات يكون فيها موضوع التشييص معقد نناقش الحالة فيما بيننا هذا يعطي إثراء إلى الحالة وفي مصلحة المريض في النهاية طبعا احنا يعني نحس بالسعادة أو نشعر بالسعادة لما نوصل للنتيجة مبكرا وننقذ حياة المرضى في وقت مبكر كذلك دكتور أنا متواصل معك في الحديث هذا ومتتكلم أكثر عن بعض هذه الأمراض ومتتكلم أكثر عن هذه المبادرة ولكن بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل القصير مستمعين أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 وأيضا موجودين معاكم لايف على الانستغرام ما نورد بي ما أدري اليوم الانستغرام تي نايم ما أشوفكم موجودين في الانستغرام ليش تي يا جماعة الخير؟ عادة يعني ما شاء الله الانستغرام ولع يكون عندنا أكثر من أي شيء ثاني عموما نترية مشاركاتكم نترية مداخلاتكم عبر الأرقام اللي ذكرتها من شوية وأيضا اللي عندها أي سفسار حاول أي موضوع في هيئة الصحة في دبي بعد أتمنى أنه ما يتردد في التواصل معنا إذا ما كنا نملك الإجابة أكيد ما نحول السؤال إلى المعنيين في هيئة الصحة فاصل وبعد الفاصل ما نتواصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن إذن دكتور نحكي نتحدث عن معنا في الستوديو طبعا اللي نضمنها على عبر الأثير حاليا دكتور سلمان عبد العزيز خصائي الطب الباطني ورئيس فريق مبادرة الشريان انسداد الشريان الرئوي هذه المبادرة اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل طبعا دكتور كانت فيه العديد من الأسئلة في هذا المجال خلنا في البداية ناخذ هذا السؤال يقول واحد يقول مدى فرصة المدخن للأزمة الرئوية كوني مدخن وخوفتوني أول شيء بطل التدخين قل لها دكتور طبعا نزيل بس حين اللي تقوله ودر التدخين عادة وين يوقف التدخين حول على الدكتور أنا دا مايرات اليوم عيالة اللي هو التدخين علاج التدخين صحيح المتخصص بالموضوع طيب هو يتكلم عن فرص المدخن للأزمة الرئوية للانسداد الرئوي الشريان الرئوي شو الفرص تكون عالية خفيفة شو لازم يسويه شكرا على السؤال طبعا أسباب انسداد الشريان الرئوي قد تكون وراثية أو قد تكون مكتسبة وراثية بسبب سيولة الدم تكون قابلة للتخثر بسرعة بسبب طفرات جينية تحدث في جسم الإنسان طبعا هذه ما وجود أكثر شيء في الشعوب الأوروبية أو في الشعوب الساكنة في البحر المتوسط بالنسبة للعوامل المكتسبة من ضمنها اللي هو التدخين التدخين يساعد على حدوث التخثرات سواء داخل الشرايين التاجية أو الشرايين الرئوية أو الشرايين اللي هو الساقية أو أي ممكن حتى في الشرايين الدماغية الساقية يعني من الساق الشرايين الساق طبعا طبعا من ضمن الأسباب الثانية محمود أهم سبب أهم سببين إلى حدوث انسداد الشريان الرئوي حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا في مستشفى راشد وقلة الحركة بعد العملية أو قلة الحركة بسبب اللي هو الأمراض اللي هو أول ما يوصل إلى المريض فهذا عمل مسبب إلى اللي هو انسداد الشريان الرئوي ولذلك ننصح بالحركة أسرع ما يمكن بالنسبة للمريض أو أن يكون في جرعات وقائية لبعض الأدوية اللي يتقلل من حدوث هذه اللي هو الانسدادات طيب هذا يقول اعتقد أن الاسستقرام أو يوسف يوسف الحاي يقول اعتقد أن الاسستقرام هذا عشان موضوع القلب محتاج تركيز أنا مركز جدا حمان الله وإياكم إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب في أحد من الناس قلبه كبير دكتور ما ينسد يباله وائد أشياء عشان ينسد منو هذا؟ يعني في ناس تي يعني دائما يقولك أنا قلبي كبير الله يكثر الناس لقلبها كبير عموما دكتور نتكلم الحين مرة ثانية عن الإمكانيات والتجهيزات اللي موجودة في مستشفى راشد واللي تعتمدون عليها في تنفيذ هذه المبادرة طبعا كلنا نعرف أن مبادرة مستشفى راشد من المستشفيات الكبيرة في معظم التخصصات وعندنا واحد من أكبر مراكز الطوارئ في المنطقة إذا ما كان في الشرق الأوسط كذلك فهناك العديد من التخصصات اللي تعمل مع بعض ولكن ماذا عن التجهيزات التي تتواجد؟ التجهيزات الموجودة أستاذ محمود طبعا أول شيء من ناحية التشخيص عندنا قسم الأشعة التشخيصية اللي هو سيتي سكان موجودين وهو دقة التقريرات بالنسبة لهذه الأشعات موجودة بالنسبة عالية وفي أقل من ساعتين المريض يكون التشخيص موجود حقه لو كان فعلا أنه هو الأعراض تتماشى معه لهو الشك بالنسبة للتشخيص التجهيز الثاني طبعا هو طبيب القلب إذا كان يحتاج المريض إلى إيكو أو تلفزيون القلب عندنا إحنا فريق موجود راح يعمل الإيكو بأسرع ما يمكن مع احتياج المريض لهذا اللي هو التشخيص تعرف نحن الإيكو بالمصطلح الإذاعي شو عندنا الإيكو؟ إيكو صدى أي هذا نفس الشيء صدى القلب صدى القلب يا سلام طيب أيمن إذا ناخذ بو حمد قلت لي أيمن ها أيمن طيب ظهر أيمن ما يسمعني أيمن قلت لي منو معانا بو حمد بو أحمد تفضل بو أحمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمود شيف الحال والعمرك الله يسلمك طال عمرك أنا يتني مولودة يديدة بالبركة بالبركة الله يبارك فيك وحياتك شو سميتها إن شاء الله شو سميتها على اسم الوالدة مريم يا سلام يا سلام الله يحفظها يا رب ويطلب فيها البركة وإن شاء الله تكون يعني من يعني شفعائك إن شاء الله يوم القيامة إن شاء الله إن شاء الله الله يسمع منك إن شاء الله ويقدر دعاك إن شاء الله السادي أنا في طبعا أنا من إمارة دبي مه 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 ومسجدين نحن في التأمين الصحي طبعا سعادة أوكي فالمولودة الجديدة ألا روح أسجلها ألا أتوماتيكة ألا دويلة الهويئة وين ولتها في مستشفى لطيفة؟ لا مستشفى دبي مستشفى دبي نزيل هي نعم بتمر عند العلاقات العامة؟ أنت تبغي بس عشان المولودة اليديدة بتدخل في تأمين سعادة ألا لا؟ بايد ديفورت هي نعم لأن أنا عندي اللوم عندها طلعت له الهوية ألا بعدك؟ الهوية مفقق؟ الهوية بعدها طبعا طبعا طبعيق لو هذا لك نتأخذ له مثل أسبوع أو عشر تأيام ياش أسبوع أنت تعرف نحن هذا الموضوع الخلصة أعتقد في يومين أو ثلاثة أيام إذا مش أقل في مستشفى لطيفة في مركز السعادة هناك مر بو أحمد مر العلاقات العامة سألهم شو الإجراءات عشان أطلع البطاقة الهوية اللي موجودة عندنا لأن في تعاون ما بين هيئة الصحة ما بين الجنسية والإخلاء وإخلامة كذلك في تسهيل هذه الإجراءات فما أعتقد تحتاج السبوع هي طال عمرك أنا طبعا من خلصيت سجلتها في خلاصة الغيد وطلعيت له الجواز وعطوها الرقم الموحد صرت عند الطبعين طبعا طبعيت له مع العساب الهوية دفعت الرسوم كل شيء أعطوني وصل فلين ما تخلص يعني تبعا لأسبوع أنا سؤال يا حينة سؤالك البنت مؤمنة أعتقد ليه ما يطلع لها تطلع لها التأمين هي مؤمنة لتحاتي ليه ما يطلع لها التأمين يعني بالتعالج وكذا وغير أعتقد فيه ثلاثة شهور أيمن أنت عندك تجربة صح هي مؤمنة لها التأمين أنزيل التأمين أنا قصدي أسير أي مركز أن يكون أدخل مثل بطاقة الهوية هي بطاقة الهوية وهذه في ثلاث دقائق بتطلع لهذا بيدخل التأمين ضمن بطاقة الهوية بس تحتاج بطاقة الهوية أي مركز أسير أي مركز صحيح أنت تابع له أنت أي مركز تابع له أنا طبعا أول ما نزل التأمين رحت المزهر وسجلت العيال وكل شيء لك أنا هل هي أسير نفس المركز في المزهر أظن هي أظن عندهم أعتقد إذا ما عندهم أنا لنا ما أتذكر أنا قبل أتذكر أن كل المراكز مراكز رعاية الصحية الأولية فيه مكتب خاص بسعادة أنا هذا اللي أتذكر بس خلني أتأكد بعد كذلك بو أحمد لكن مستشفى دبي أعتقد فيه عندهم مكان خاص بسعادة إذا بتمر لأن المشكلة فيه عندهم في مستشفى دبي سألت أنا في مستشفى دبي فقالوا لي والله نحنا ما عدنا فكرة يعني عن لا لا موجود موجود أعتقد عن موضوع التيمين بس طلع على الهوية موضوع كل ما بيأخذ منك ثلاث دقائق مكتب العلاقات العامة طابق الأول وين تأخذ شهادة الميلاد أهناك أهناك زين وإذا ما طلع بعد أنا الحين شوف بأخذ رقمك من أيمن وبعد بتصل فيه الدكتور حيدر بعد بتأكد بشكل مفصل وين تقدر تروح بشرح لبس أنا حسب معلوماتي إننا موجودين في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية موجودين هما للمراكز اللي أنت تتابع للمستشفيات موجودين والموضوع كل ما يأخذ أكثر من ثلاث دقائق عملية إنك أنت تحط تنقل لتأمين سعادة إذا كانت تنطبق عليك الشروط تماما لا طبعا تنطبق لأن أنا حامل خلاص طرقيد من دبي لا نتكلم بشكل عام بو أحمد أنا ما أقصد كنت نتكلم بشكل عام اللي تنطبق علي الشروط يا أخي مبارك ما يا أخي أقول مبارك ما ياك مبارك الطارش مبارك في حياتك يا أستاذ أول عمر ومشكور ويزاك الله خير وميزان حسناتك وسلم على ضيوفك أزاك الله خير وإحمد الله يبارك سامحنا عدد الدكتور نحن شوي طلعنا برا على الموضوع ولكن مثل ما نحن دائما نقول أن البرنامج برنامج المفتوح لكل السفسارات على موضوع التأمين والسعادة دكتور يعني اللي أنا أتذكره أنه تم إنشاء هذا العديد من المكاتب الخاصة بتخليص أو ضم جميع الأشخاص إلى هذا التأمين حسب ما تنطبق عليهم المواصفات وأيضا يعني الجميل في هذا البرنامج أن عملية التسجيل يمكن ثلاث دقائق بالضبط ثلاث دقائق هما حاسبين أن كنت مخلص أنزين تدخل ضمن التأمين وأيضا المواليد عموما المواليد الجدد دائما هما يخضعون لتأمين الأم لين ما تطلع لهم يطلع لهم التأمين الخاص فيهم أو تأمين الأب حسب النظام طيب في حد يقول هنا في مجموعة أسئلة شو نعمل لنحافظ على صحة القلب دكتور lifestyle modification أو الممارسات الصحيحة نمط الحياة الصحية نمط الحياة الصحية طبعا جميل أو شيء الرياضة يوميا نصب ساعة نقول خمسة أيام في الأسبوع توقف عن التدخين التغذية السليمة المحافظة على نمط النوم أو ثمان ساعات في اليوم ما نقول يعني هذا المعدل طبعا لا نقول الأقل ولا أكثر حسب احتياج الجسم طيب يعني كمالي ما أدري يعني موضوع مو موضوعنا كيف مواطن ومواطنة يدفعون للهوية يعني مو موضوعنا الرئيسي بالنسبة لنا ولكن إذا إذا بتكلمني عن التأمين الصحي فهو أعتقد مجانا لجميع المواطنين أنا أتكلم عن تأمين الصحي سعادة هو مجانا لجميع المواطنين من إمارة دبي اللي عندهم خلاصة قيد من إمارة دبي وجوازاتهم من إمارة دبي أنا عندي نسر موضوع بالضبط ممكن الإفادة بطلال شو الموضوع كان أليه موضوع تتكلم أشوف ما أدري ما طلع عندي طيب دكتور نعم الآن يعني في حالات لمرضى يتم متابعتها بعد فترة العلاج فخلنا نتكلم عن الوسائل اللي أنتو تتواصلون فيها مع المرضى هذا السؤال دكتور ما أدري قبل سؤال يجاوب على هذا سؤال متابعة رؤية تقول هل الحزن يؤدي إلى مراض القلب سؤال سليم بعطيك سر أي في سندروم لو فتحت في جوجل حتى موجود في المصادر الطبية بروكين هار سندروم نزيل يؤدي إلى اللوفة والله والله يعني هذا الواحد اللي تي يعني هو الأكسريم و 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 ممكن أن زيادة الحزن يموت كبتن يموت كبتن بسبب الظروف الاجتماعية ف ممكن سبب وفاق أو السكتة القلبية نزيل يعني هو الحزن يؤدي موبيل أمراض القلب يؤدي للسكتة القلبية أوكي عشان تي نحن شو نقول دايما دكتور لا عشان تي نقول نحن مجتمع أكثر صحة وسعادة أي فالوايد مهم أن الواحد يمارس بعض البرمجة العصبية لنفسه أن ما يوصل مرحلة عالية من الحزن و دايما ينظر للأمور أعتقد هذه عندنا نحن كمسلمين يعني شوية أخف من الغرب الغرب ممكن تكون عندهم الحياة سودة إذا شاف الحياة سودة سودة خلاص نحن الحمد لله نحن ديننا و إسلامنا يعلمنا على النظر دائما بتفاؤل يعلمنا دائما على الإيجابية بشكل أو بآخر دائما هناك يعني قدر الله ما شاء أفعل والحمد لله على كل حال واستغفر الله العظيم كل هذه الأمور يعني تساهم في بث الطاقة الإيجابية حواليك وحوالين الناس اللي حواليك كذلك فما أدري يعني ما أبغى يدخل في هذا الموضوع وايد لأنه يحتاج حلقة خاصة بكل تفاصيلها يعني ولكن نرجع لمستشفى راشد وعن يعني متابعة المرضى من بعد العلاج دكتور شو اللي تسوونها يعني بعد مع عالتنا المريض شو الممارسات اللي تسوونها متابعة المرضى تتم عبر العيادات الخارجية في مستشفى راشد طبعا في نسبة 30% من المرضى محمود هم مسافرين ترانزيت عن طريق المطار دبي فهؤلاء نعطيهم له تقرير طبي على أساس أنه يباشر المتابعة مجرد أنه يوصل إلى بلد السالم إن شاء الله فهؤلاء المرضى يحتاجون إلى متابعة في بلدهم أما بالنسبة للبقية 70% ننتابعهم عن طريق العيادات الخارجية بعد أسبوعين مباشرة من الخروج من المستشفى نطمئن على سلامة الله والأعراض الأساسية اللي ظهر فيها المريض في البداية نطمئن على متابعة المريض للعلاج هل في آثار جانبية للعلاج أم لا اللي هو نشاط المريض أو طبيعته للحياة بعد الخروج من المستشفى هل يعاني من كتمة في النفس أو يعاني من ألم في الصدر هل يستطيع المشي مثل ما كان في السابق لأن الانسداد الشرياني الراوي يسبب اللي هو exercise tolerance أو قلة اللي هو الاندماج مع اللي هو النشاط الطبيعي اللي كان فيه المريض موجود سابقا فهذه لازم نطمئن عليها وبطريقة أخرى بعد بعض المرضى اللي يحتاجون إلى مذيبات اللي هو التخثرات نحن نتابع الشرياني الرأوي الضغط اللي فيه موجود بعد الخروج من المستشفى على مرحلة اسبوعين ست أسابيع ست شهور فإذا كان هذا المريض لا زال يعاني من ارتفاع الشرياني الرأوي نحول إلى مستشفيات متخصصة في اللي هو قصطرة الشرياني الرأوي لتفادي الآثار السلبية التي ممكن تتراكم في المستقبل السلام عليكم بغيت تستفسر بخصوص المدخنين هل ترجع الأعضاء لطبيعتها بعد ما تكون تدخينها تغذيقصد وكم يبالها لما ترد الدكتور السيارة المدعومة تصلحها وترجع أوكي بس ما ترجع مثل 100% مثل ما مثل الوكالة لو بتروح تبيعها قل لك لا عليها حادث سيارة زين فقل لك لا لكن عموما بالنسبة للأمراض الرأوية والقلبية خلال نشجعهم لا قل لهم ترجع يعني إلى حد كبير أفضل 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 ما تقدر سوك سيارة بدعومت يعني مصلحة عادي بس في النهاية بورش حتى لو ما دعومها بورش صحي صحي عموما تقول لي الدكتور تفضل قاطعتك أنا سامحني بالنسبة للتدخين طبعا مجرد التوقف عن تدخين راح ترجع للحياة طبيعية إن شاء الله أولا أقل أنكزايتي اللي هو مثل ما تقول wake up mechanism أول ما يقعد من النوم يبا يدخن أول ما يطلع من الدوام يبا يدخن التدخين ضار بالنسبة للجسم مئة بالمئة وحتى اجتماعيا ضار زين أنا أنفر من المدخنين لأن وجودهم معاي ما أقدر أتحوض على الريحة ويد ويد صعبة بالنسبة لي والله دكتور ريحة كريهة بعد أكيد كريهة كريهة جدا إيمان صح الكلام أو لا يا شير صح إيمان ممتاز مليون في المياه زين زين مشكور يا إيمان أنا أشكرك أنك أنت يعني يا سلام الله أكبر يقول له إيمان بعض الأشخاص زعلوا ما قاموا يون البيت عشان أنا ممنوع التدخين في البيت عندي أنا أقدرح نظام اللي هو البلاك دوتس والوايد دوتس بالنسبة للمدخنين اللي يدخن ويوصل عندك تعطيه بلاك دوتس وبعد عشرين دوتس خلاص يتوقف العلاقة معه هاي مخالفات مرورية هاي ووايد دوتس نشجيها من يكونوا معنا بعدين يجيوسوا معنا ونستانس معهم ونطلع مع بعض ونسافر مع بعض شرعيكم برنامج ممتاز هاي هذا الله يسلمك أمو المخالفات مرورية هذا على الليسن تعطيش اسمه نقاط بيضة ونقاط سودة عموما الدكتور نحن يعني باقلنا الدقائق القادمة بغي خصصة بس للحديث عن مؤتمر دبي لأمراض تخطرات الدم يا ترى شو هي محاورة أهدافه وتخصصات طبية المقرر المشاركة في هذا المؤتمر من خلاله طبعا فكرة المؤتمر في العام الماضي أتت على أساس أننا نطور وندرب الكادر الطبي الموجود في مستشفى راشد والكادر التمريضي أيضا على أساس أننا نحتوي المعلومات الحديثة في تشقيص وعلاج المرضى المصابين له انسداد الشريان الرائوي وليس ذلك فقط بس حتى بالنسبة للهوة التخثرات الوريدية في الساقين فعملنا السنة اللي فاتت منتدع بخصوص التخثرات وكان ناجح وكان يحضور في حوالي المتين طبيب وممرضة هذا السنة إن شاء الله راح يكون مؤتمر عالمي يغطي منطقة الإمارات العربية المتحدة وكذلك منطقة الشرق الأوسط وفيها تعاون مع الخبراء الاستشاريين من الإمارات والمملكة العربية السعودية وكذلك الجمعيات المتخصصة الدولية زي الجمعية الأمريكية المتخصصة في الانستداد الشريان الرائوي وكذلك الأوروبية وكذلك بعض المتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية الهدف من ذلك رفع الجودة وإثراء الوعي بالنسبة إلى تخثرات الدم لن هي تكلف كثيراً من من أولويات المنظمة الصحة العالمية في 2025 تقليل نسبة الوفيات بسبب تخثرات الدم إلى أقل من 25% في سنة 2025 فهذه من أولويات المنظمة الصحة العالمية ونحن نتماشى مع أوليات منظمة الصحة العالمية جميل دكتور الوقت خلص عندنا ولكن أنا بستبغي بعض الآخر شؤال على السريع دكتور شو الأعراض اللي تيني أنا وأحس أن بيكون عندي انسداد في الشريع رياوي على السريع شو لازم يعني يصير معاي شو لازم أسوي أول ما تيني هذه الأعراض أي ألم في الصدر أو حدوث اللي هو كتمة في النفس أو خروج دم مع الكحة أو إنه في تورم في الرجلين أو إنه في تنفس غير طبيعي تسارع في دقات القلب ننصح للمرضى إنهما يجوا أقسام الطوارئ في مستشفيات دبي إمارة فيه حزت على طول على طول وطبعا الدكتور أكيد راه عاين أي مسببات تزيد من اللي هو انسداد الشريعان الرئوي مع هذه الأعراض إلى إنه يحسب شو نسبة الإصابة بهذه الانسداد وعلى طول اللي هو التشخيص المبكر طيب ليه ما يوصل المستشفى شو لازم يسوي لاتصال بالإسعاف لأن هذا حالة طارية وايد ضروري إذن لا يعني واحد ما يفكر مرة أو مرتين في هذه المسألة لأن عراض خطيرة مسألة خطيرة جدا تتوجه تسعة 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 على الإسعاف وعلى طول على المستشفى في أقرب وقت طي دكتور نحو وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نتمنىكم إن شاء الله التوفيق في هذه المبادرة اللي أنتو طرحتوها مبادرة علاج انسداد الشريعان الرئوي في مستشفى راشد شكرا لك دكتور سلمان عبدالعزيز أخصائي الطب الباطني بمستشفى راشد على هذا اللقاء وهذه المعلومات أتمنى لكم أنتو فيك شكرا لك شكرا أستاذ محمود وشكرا نور دبي إذن مستمعين نلتقي غدا إن شاء الله مع العديد من المواضيع تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوزف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد شكرا لك أيمن سرحيل كان معنا في الإخراج ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي